السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع اليوم هو السبت وكالعادة يعني لا توجد الكثير من الأحداث السياسية لأنه يعتبر من الفوخن عنده ولكن لدينا في ألمانيا مجموعة من الأمور المنوعة اللي تهم سكان ألمانيا طبعا أول شي راح نبدأ به هو أكثر شيء يعني تم إثارته بالإعلام الألماني اللي هي الضجة الكبرى اللي حصلت بمطار دوسلدورف ما الذي حصل على وجه التحديد بمطار دوسلدورف ربما أغلبكم يسمع بالتلفزيون ويسمع بالراديو وسوف يقرأ ربما بالجريدة غدا بجراءة يوم الأحد عن أحداث دوسلدورف أصدقائي يوم أمس يوم الجمعة يعتبر أول أيام الإجازة بألمانيا ويعني بداية العطلة الصيفية لعدد كبير من سكان ألمانيا سواء كانوا أجانب أم كانوا ألمان مطار دوسلدورف يوم أمس سجل يعني زخم كبير من المسافرين من الناس الراغبين بمغادرة ألمانيا لقضاء الأورلاوب أو لعمل أشياء أخرى فبمطار دوسلدورف ركاب إحدى الرحلات المتوجهة إلى تركيا كانوا مصطفين بطوابير طويلة يستعدون لركوب طائرة تابعة لخطوط الجوية التركية ولكن كان عددهم كبير جداً أكبر من العدد المعتاد منذ أكثر من عام ونصف يعني نسبة الأشخاص اللي رايحين على تركيا في هذا الصيف هي أكبر من نسبة الأشخاص اللي يعني سافروا العام إلى تركيا أو بالصيف الماضي الخطوط الجوية التركية كانت فاتحة عدد قليل من الشالتة أو من النوافذ اللي تعمل بالنسبة لأشخاص المسافرين ويعني تسجل أسمائهم وتأخذ حقائبهم فعدد النوافذ كان قليل وبالتالي الطوابير كانت طويلة جداً لأنه لما يكون عدد النوافذ قليل رح تصير طوابير أكثر وانتظار أكثر اللي حصل هو قلق بدأ على وجوه المسافرين وتحول القلق إلى يعني احتجاجات والاحتجاجات تحولت إلى عنف تم ممارسته مع موظفي الخطوط الجوية التركية بسبب عدد قليل من الموظفين طوابير طويلة من الناس قلق صار عدد الناس احنا بعدنا ساعتين على الطيارة وصارتنا ساعة ونصف واقفين على الشباك فإمتى يوصلنا الدور وإلى آخره فاللي صار أصدقائي صارت مجموعة من المشاكل حسب الأنباء المتواردة من مطار دوسلدورف تم تسجيل حالات عنف ضد العاملين وحصلت فوضى كبيرة أدت إلى تدخل الشرطة وأفطرار البعض للمبيت بالمطار من أجل يعني ركوب رحلة أخرى يعني والذهاب اليوم السبت صباحا علما أنه اليوم السبت صباحا تم تسجيل أيضا يعني تدافع وزخم بالنسبة للمسافرين بمطار دوسلدورف يبدو أنه يعني عدد هائل من سكان ألمانيا أو من الجالية التركية أو من الأشخاص اللي ناويين يعملوا الأورلاوب في تركيا عدد هائل متوجه إلى تركيا من ألمانيا في شهر 7-2021 أصدقائي الموضوع الثاني رح نتكلم بالتفصيل عن قانون البلاستيك الجديد وكيف سوف يؤثر على حياتنا وما هي مواد البلاستيكية اللي نستخدمها بحياتنا اليومية وحادية الاستخدام أو ذات الاستخدام الواحد اللي تم منعها ابتداء من 1-7 يعني إحنا حاليني بشهر 7 هذه الأمور ممنوعة وإذا كانت موجودة بالسوق فبعد ما تخلص من اللاقة سوف لم يتم جلب مواد جديدة وما هو البديل أصدقائي الأشياء ذات الاستخدام الواحد مثلا متكلم باختصار عن هذا الموضوع قبل ولكن الآن رح نوضح أشياء أكثر مثل الأكواب البلاستيكية أدوات المائدة ملاعق شوكات سكاكين من الأمور بالمائدة ومسحات الأذن القطنية هاي المسحات اللي تأذي الأذن اللي الناس خليها بأذانها اللي تصير بيها مسكة بلاستيك ورأس قطني وأعواد البالونات اللي يعطوها الأولادنا بمحلات الوجبات السريعة الأمريكية ويعني هذه المواد غالبا ما ينتهي بيها المطاف حسب كلام حماة البيئة وحسب كلام الخبراء هذه الأمور ترمى بالقمامة ترمى بالشوارع وينتهي بيها المطاف أعداد هائلة وضخمة بالبحار يعني البحار ببعض الأماكن صائرة مثل الحساء المليء بهذه الأمور البلاستيكية فسوف يتم منعها في ألمانيا واستبدالها بشكل كامل ابتداء من شهر تموز هذه المواد أصدقائي تحتاج إلى مئات الآلاف من السنين اللي كي تتحلل ويعني على عكس الورق اللي بس يحتاج إلى بعض الماء وإلى آخره فهذه تحتاج مئات الآلاف من السنين وأضرارها بالعادة تدوم مئات الآلاف من السنين تدمر الحياة البحرية وتلوث البيئة وهذا البلاستيك يعني حتى يدخل بالأغذية اللي نتناولها أحيانا حتى هناك تحليل لأجساد البشر بالوقت الحالي نحن نأكل بلاستيك وحتى في أدمغتنا يوجد بلاستيك ويوجد مواد كيميائية أخرى بسبب أنه البلاستيك موجود بالجو موجود بالأبخرة موجود بالأطعمة موجود بالأسمنة الكيميائية وإلى آخره فسوف يتم المنع في ألمانيا ببتداء من شهر سبعة تغليف الوجبات السريعة بحافظات الفلين اللي تسمى البولسترين يعني لما تشتري الوجبات السريعة يعطوكيها بحافظة الفلين بيضة اللي بداخلها دائما يكون يعني طعام شهي ما أعرف ليش هذه الأشياء سوف يتم منعها وسوف يتم منع بيعها حتى بالسوبر ماركتات وبالمحلات وبالمطاعم وبكل يعني مجالات الحياة بألمانيا وسوف يتم استبدالها بالورق المقوة الورق المقوة أعطيه شوية ماء وأعطيه فترة زمنية قصيرة قبل أن يفقص فرخ الدجاجة ممكن تشوف الورقة مختفية من الحياة ذائبة بالتربة متحللة وإلى آخره في عام 2023 سوف تحدث الضربة الكبرى بالنسبة إلى حماة البيئة وبالنسبة إلى جماعة البلاستيك وإعادة التدوير سوف ندخل بحقبة جديدة من قانون البلاستيك سوف يتم منع كل كيس بلاستيكي بعد سنتين كل كيس بلاستيكي عرفنا سوف يختفي من الحياة بألمانيا ما عدا الأكياس الرقيقة شايفين هالأكياس الرقيقة الموجودة في مثلا متاجر ليدل لما تريد تاخذ الطماطة الفل أو الطماطة الفرط لما تريد تشتريها فهناك كيس بلاستيكي رقيق يباع برول فأنت تسحبه والضربه سريع وفي ناس يسحبوا ويطلع معهم شي 20-30 كيس وما يقدرون يشيلوا فهذا فقط سوف يتم يعني الأبقاء عليه بدون منع لأن يعني الأهمية عظمى وهو رقيق ويعني ضرر أقل من الكياس البلاستيكية السميكة حتى عام 2025 لا تستغربون بعد أربع سنوات سوف يتم بعد عام 2025 يعني 2025 فما فوق إعادة تدوير شاملة لكل شيء يأكل ويشرب في ألمانيا يعني لما تشتري مثلا جزر محطوط بعلبة بلاستيك من هذه الشفافة أو طماطة بين دورة محطوطة بعلبة بلاستيك حتى هذه علبة البلاستيك سوف تكون قابلة لإعادة تدوير تدفع لها بفاند يعني تعيد تدويرها قانون جميل بالنسبة للبيئة يعني ياريت لو تبقوه في كل العالم حتى نشوف فرق أصدقائي نيجي الموضوع الآخر الموضوع الآخر منتشر بشكل كبير بوسائل الإعلام الألمانية ويجب أن نأخذ فكرة عنه الأمازون تخنقنا بسبب البرازيل 60% من الأوكسجين اللي تحتاج الحياة بالأرض مصدر غابات الأمازون بأمريكا الجنوبية هذه الغابات الجزء الأكبر منها يقع في دولة البرازيل يعني دولة البرازيل بيدها أو تحت سلطتها الرأى الكبرى للكرة الأرضية أو أكبر مكيف لتلطيف الجو والقضاء على الاحتباس الحراري بالكرة الأرضية الأكسجين يخفف من الاحتباس الحراري ويعني تخيلوا 60% من حاجة الأرض موجودة في غابات الأمازون فرغم ذلك لدينا كوارث ولدينا غلاء بسبب ندرة الأمطار بسبب الجفاف يعني ندرة الأمطار تأدي إلى جفاف والجفاف يأدي إلى قلة المزرعات كثرة الاستهلاك يؤدي إلى رفع أسعار الفواكه والخضار والحبوب ونحن نشهد هذا الأمر بالوقت الحالي شهر يونيو حزيران الماضي هذا الشهر الذي مضى شهد أكبر عدد لحرائق الغابات بتاريخ غابات الأمازون 2300 حريق فقط في دولة البرازيل اللي تقع بيها أكبر يعني أكبر رأة أو رأة الأرض تقع بالبرازيل ف2300 حريق وهي زيادة كبيرة لا تشبه نسب الزيادات الشهرية التي تحصل بالبرازيل بسبب الحكومة البرازيلية الحالية وسياستها الحقيرة بمعنى الكلمة الحماة البيئة يتهمون الرئيس البرازيلي بولو سونارو والعالم أج ما يعرف أنه السبب هو الرئيس البرازيلي وحكومة اليمينية المتطرفة لأنه لأجل زراعة العلف الخاص بالحيوانات ولأجل تربية الماشية لا يمكنك زراعة علف وتربية الماشية بغابات فيقصون الأشجار لكي يفسحون المجال لتربية الماشية لأجل يعني بيع تصدير العلف للعالم وتصدير اللحوم للعالم اللحوم البرازيلية هي يعني أكثر دولة تصدر لحوم وعلف بالعالم هي البرازيل طبعا هذا الأمر بالإضافة إلى يعني فواكه كثيرة موجودة حتى بالسوبر ماركت الألماني والأوروبي أو موجودة بمكونات عصائر تباع في ألمانيا أو في أوروبا بصورة عامة للعلم والاطلاع يستخدمون ببداية حشرية وهناك مواد كيميائية بالفواكه والخضار القادمة من البرازيل فأصدقائي هذا الأمر يعني هو اللي يسبب قلق بالعالم هذا الأمر اللي يهددنا بالاحتباس الحراري بشكل أكبر يهددنا بموجودة جفاف ويهددنا بأشياء كثيرة هذا ما نقل الإعلام الألماني أما أنا يعني سوف أطرح سؤال ما الذي ينتظر العالم بالوقت الحالي لمعاقبة البرازيل الضغط على رئيسه أو حتى يعني شن حملة مقاطعة عالمية مقاطعة سياسية ما الذي تنتظره أوروبا لمقاطعة البرازيل وعدم استيراد العلف منه ولعدم استيراد الفواكه منها ولو حتى ربما لأسبوع واحد سوف يشكل فرقا كبيرا لماذا نكتفي فقط بموقع أمازون الأمريكي لما قاطع بعض البضائع البرازيلية ولماذا لا يوجد موقف عالمي طالما يعني حسب ما نفهم من هاي التقارير أنه البرازيل تعمل على خنقنا جميعا من أجل تصدير اللحوم لو العالم توقف عن أكل اللحوم لمدة شهر ما الذي سوف يحصل بغابات الأمازون أتمنى أنه تجاوبون على هاي التساؤلات أصدقائي والآن ننتقل للموضوع الأخير ربما يكون هو الموضوع الأكثر أهمية والموضوع الأخطر سيارات الديزل والبانزين هل حان وقت اختفاءها في ألمانيا؟ وزير الاقتصاد الألماني بيتا ألت مايا أعلن عن شيء مهم كان ينتظر الملايين وأثر في شعور الملايين أعلن أنه عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا تجاوز المليون سيارة لأول مرة وهذا بحد ذاته يعتبر إنجاز عظيم وكبير بتاريخ البلاد التي بدأت بالفترات الأخيرة بالترويج للسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة يعني الهايبود اللي نصها وقود أحفوري ونصها يعني على البطارية الرقم مليون يعني نجاح التحفيز من الحكومة الألمانية والإغراءات بموضوع الضرائد بموضوع يعني التأمين الرخيص وبمواضيع أخرى مثل أماكن الشحن اللي تم شحن السيارات الكهربائية بيها هي عدد كبير منها مجاني يعني مجرد تسهيلات من الحكومة الألمانية من أجل دفع الناس لأجل شراء السيارات الكهربائية من ناحية أخرى طبعا الوقود الأحفوري رفعوا سعره وزادوا الضرائب عليه من أجل الدفع أكثر بهذا الاتجاه الناحية المهمة هي أنه السيارات الكهربائية تعتبر غالية جدا جدا ولا يمكن لأي أحد شراءها إلا إذا كان الشخص أو العائلة يعني مليونيرية عندهم فلوس كثيرة بحيث مستعدين يذبون 30 ألف 50 ألف يعني ما نتكلم عن التسلا اللي أسعارها غالية 70 و60 ألف وإلى آخره ولكن بعض السيارات الكهربائية الجديدة والرخيصة تكلفة صناعاتها الألمانية 30 و40 ألف وإلى آخره واللي هي أيضا تعتبر عالية بالنسبة إلى عامة الناس فأصدقائي الشركة التسلا هي شركة رائدة رقم واحد لحقتها بعدين لاحقا الشركات الألمانية أودي مارت سيدس بي أم ذي ويعني يحاولون الدخول على خطوة لكن لا تزال الصناعة الألمانية والصناعة الأمريكية هي مرتفعة التكلفة جدا وبناحية أخرى أصدقائي ذكرت لكم بأحد الفيديوهات السابقة تم عمل استفتاء أو استطلاع للآراء في التانكشتلة في أحد يعني مو في أحد في عدد كبير من محطات تعبئة الوقود تم سؤال أكثر من ثلاثة آلاف شخص ألماني كان يعبي سيارته أما ديزل أما بنزين ويدفع فواتير عالية تم سؤاله عند دخول السيارات الصينية اللي راح تكون رخيصة بشكل كبير مقارنة بالسيارات اللي عددناها الكهربائية فهل أنت مستعد لشراء السيارات الكهربائية الصينية رخيصة التكلفة 19% من سواق السيارات اللي عبون ديزل وبنزين قالوا نعم نحن متحمسين لشراء السيارات الكهربائية الصينية فربما لو دخلت الشركات الصينية وهي ما تخطط له سوف تختفي السيارات اللي تعمل بالوقود الأحفوري اللي هو الديزل والبنزين من شوارع ألمانيا ما الذي تعتقدوها أصدقائي هل اقترب الموعد أم لسه نحتاج شي 10-20 سنة كتبونا بالتعليقات واللي هنا أنا وصل لنهاية الفيديو إن شاء الله يربي تكونوا استفاديته تحياتي لكم رب يعفظكم مع السلامة